بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله المبعوث رحمة مهداء وحقق يا حبيبي إن قلبي يطير إذا ذكرتك في خيالي فكيف إذا رأيت بأم رأسي جمال الحسن في إحدى الليالي مستمرين مع حضرة النبي صلى الله عليه وسلم مع سرطة اللي بتبيلنا أسرار العيش بجمال صحبة مولانا سبحانه وتعالى حضرة النبي صلى الله عليه وسلم عيشنا بسرته إزاي الحياة تبقى منورة وإزاي الحياة كمان تبقى مفتوحة على عالم المدد اللي من عندي الله سبحانه وتعالى مهمة أو نتكلم النهاردة على الإحساس بالمدد وإحنا بنتكلم على حاجة مهمة جدا نتكلم على حد من الصحابة سيدنا حمزة له رضي الله عنه له في قلبي مكانة خاصة ويا حلاوة لما أروح أزور كمان قبره وهو لما بنزوره جبل أحد هذا قبر مليء بالأنوار ومليء بالأسرار وعشان كده النهاردة عن نتكلم عن حاجة مهمة جدا خاصة بسيدنا حمزة وإحنا بنتكلم على معنى راقي بنتعلمه من سيرة حضرة النبي صلى الله عليه وسلم تيجي السنة الستة من النبوة وسيدنا حمزة ييجي بقى حادثة إسلام أسلم سيدنا حمزة بن عبد المطرب رضي الله عنه وكان سبب إسلامه إن أبو جهن عليه من الله ما يستحق مر برسول الله صلى الله عليه وسلم بأبيه وأمي صلى الله عليه وسلم يوما عند الصفة مر عليه وهو قاعد عند الصفة فأزاه بأبي أنت وأمي يا رسول الله ونال منه ورسول الله صلى الله عليه وسلم ساكت لا يكلمه آخر مزهق من صبر رسول الله وما قدرش يتحمل ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم بحجر فشج رأسه حتى نزف منه الدم يا قلبي يا رسول الله ثم انصرف عنه عليه من الله ما يستحق إلى نادي قريش عند الكعب فجلس معه قاعد مع شلته وكانت مولاء لعبد الله بن جدعان شايف المشهد ده كله فلما أقبل سيدنا حمزة عملت ايه قصت عليه وسيدنا حمزة جاي من الصيد ومتوشحا قوسه يعني لابس خوسه كده فأخبرته مولاة عبد الله بن جدعان أخبرته بالحدثة اللي حصلت وإزاي أبو جاهل تعد على حضرة النبي فغضب حمزة وخرج يسعى لم يقف لأحد يعني خدف وشه إيه اللي حاصل ومتوعد لأبي جاهل إذا لقاه أن يوقع به زي ما بيقوله آل السير أن يوقع به يعني لو شافوا هنخلص عليه فلما دخل المسجد قام على رأسه وقال له يا مصف رئيسته الذي اجتيما تشتم ابن أخي وأنا على دينه ثم ضربه بالقوس راح خلال القوس راح ضربه بالقوس فشجه شجة منكرة شجة شديدة يعني فتح له دماغه فتحة شديدة جدا 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 وكأنه هتبقى بقى مع عمره يعني عمله عاها مستديمة فثار رجال من بني مخزوم حي أبي جاهل وثار بن هاشم حي سيدنا حمزة فقال أبو جاهل دعوه يعني ناسف يعني بالتعبير العمي رجع وراء دعوه دعوه أبا عمارة محدش يجب أبا عمارة لسيدنا حمزة فإني سببت ابن أخيه سبا قبيح ابن إسحاق بيقول في سبب ده طبعا هو بيقوله أتفعل هذا مع ابن أخي وأنا على دينه فبيقوله أن سيدنا حمزة في رواية ابن إسحاق بيقوله أن سيدنا حمزة رجع إلى بيتي فجال الشيطان فقال له أنت سيد قريش اتبعت هذا الصابق وتركت دين أبائك وتركت دين أبائك إيه اللي حاصل فأعد فلم يزب سيدنا حمزة حد سيدنا حمزة ابتدى يتعب لغاية فضل بقى فيقوله أنه بات بشر رجل حكاية طويلة وبعدين إيه اللي حاصل لغاية ما جه لحضرة النبي فرح لحضرة النبي صلى الله عليه وسلم لما أصبح ذهب لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له يا ابن أخي إني قد وقعت في أمر لا أعرف المخرج منه لا أعرف المخرج منه وإقامة مثلي على ما لا أدري ما هو الرجل هو أمغي شديد يقول له إن مثلي يبقى متحير الحيرة دي مش هينفع فحدثني حديثا فقد اشتهيت يا ابن أخي أن تحدثني فأقبل الرسول الله صلى الله عليه وسلم فذكره ووعظه وخوفه وبشره فألقى الله في قلبه الإيمان بما قاله صلى الله عليه وسلم فقال أشهد أنك الصادق شهادة الصدق فاظهر يا ابن أخي فاظهر يا ابن أخي وأظهر دينك فوالله ما أحب إلي ما أظلت السماء كلها وإني على ديني الأول خلاص ثبت على ديني القصة كلها مليانة معنى رائق فائق سيدنا حمزة بكل شهمته وكل رجلته وكل شجاعته رايح لأبي جهل في وسط أهله في وسط نديه وبيعمل إيه؟ وبيحاول يرد ماذا؟ مظلمة ابن أخيه وهو حتى الآن ما كانش على دينه شهامة رجولة شجاعة اللي حصل من سيدنا حمزة ده مش بس عشان دي صفاته مش عشان هو شواع وبيحب إنه هو يصارع وبيحب وسيدنا حمزة كان مصارعا كبيرا عظيما معروف ولذلك لما لقب بأسد الله ده حاجة عقيبة فسيدنا حمزة لما عمل كده اللي كان دفعه إيه؟ الشجاعة الشجاعة والشهامة شهم عارف شهم يعنيه؟ آه شهم هنا بقى هنيجي هنا إنه ما يسبش واحد مظلوم ولا حد موجوع لوحده الشهامة عندنا الأيام دي بقت بعافية يا رسول الله أنت كنت تحب سيدنا حمزة حبا عظيما وما حدث له في استشهاده يوم أحد أثر في قلبك تأثيرا كبيرا وسيرتك تحكي لنا كيف كنت تقدر الشهامة وتقدر الشجاعة الشهمة التي تكون من أي إنسان سواء كان موافقا أو كان مخالفا الشهمة يا سادة لا تكون فقط مع من هم على نفس طريقتك ولا نفس أسلوبك الشهمة تكون مع كل الناس الشهمة تكون مع حد مش قادر وعاجز فتقوم تساعده الشهمة مع حد عربيوت وقفة فتروح تساعده بكل حب وبكل الحاح على أنك أنت تخفف من عليه إحنا دلوقتي ما بقاش عندنا المعاني دي لأن إحنا بقى عندنا حاجات كتيرة جدا جدا ممكن نحس بيها هل الشهمة قلت عندنا عشان إحنا حسين بوجعنا وبضعفنا وبأن الدنيا كفاية اللي هي مشايلة هنا بس أنا أقول لكم حاجة الراجل الشهم الشجاع بيجد تلات لذات عجيبة عجيبة اللذة الأولى اللي ربنا بيكتبها للشهم الشخص الشهم الشهم في شغله الشهم في بيته الراجل الشهم اللي ما يجيبش ويجيبه ويحطه على زوجته أو الزوجة اللي تحمل زوجة فوق ما تطيق لا تتوقف جنبه وتساعده وهو يساعدها الأولاد اللي هم مش مهم أبوهم بتعباني إزاي لكن المهم إنهم ما يحصلوا اللي هم ما عايزينه لا لا يقفوا معاه ويخففوا من عليه ويحبوه ويقولوله ولا يهمك إحنا معاك الصديق الشهم اللي ما يخليش صديقه أبدا يكون فيه محنة ويسيبه لوحده كل ده بنتعلمه من سيدنا حمزة اللي حضرت النبي حطه في مقام عالي وسماه سيد الشهداء إذن المعنى ده لازم يرجع تاني لقلوبنا يرجع تاني لحياتنا وهو عاد خاف إن الشهامة تكون حملة قيل عليك لإن الشهم بيجد تلت لازات اللازة الأولى الشخص الشهم ده ربنا يحمل عنه ويخفف من عليه وربنا يجبره عشان كده في أول الحلقة لما تكلمنا تكلمنا عن إن الحلقة دي حلقة المدد اللي عايز يبقى إنسان ممدود ويدوق حلاوة مدد ربنا لازم يبقى إنسان شه إزاي ده الله سبحانه وتعالى في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه تخيل كده إن ربنا هو اللي في عونك مش أنت مش حد تاني واقف جنبك إنت يدوبك وقفت مع حد تاني باللي تقدر عليه لكن تخيل إذا كان الله هو الذي في عونك هتجد الأحمال حملت من عليك وذهب العم الهم والغم دي أول لزة حاجة تانية الشخص الشهم ده يحس بحاجة غريبة جدا يحس بأنه ما زال إنسانا لسه القيم بتجري في دمه فالشخص الشهم ده القيم تجري في دمه تالت حاجة يحس بيها الإنسان الشهم يحس الشهم دايما بإني الحياة لسه فيها حلول والحياة وسعة لأنه وسع على الناس فربنا وسع عليه مشهده فيشوف الدنيا وسع نعمل إيه عشان الشهمة ترجع لنا مرة تانية عشان الشهمة دي لو غابت من المجتمع المجتمع بيتفك دايما كده الشهمة هي رابطة لبينات المجتمع لازم المجتمع ده يتربط بالشهمة طب نعمل إيه عشان نرجع بقى للشهمة دي مرة تانية أول حاجة كل واحد فينا لازم يراجع نفسه فيما يتعلق بدوره ووظفته في المجتمع لازم يقسم الدورين إلى دورين الدور الأولاني الدور اللي بيفرده عليه الشرع أو بيفرده عليه القانون والدور اللي بيفرده عليه قلبه لازم تتعود كل يوم تسمع قلبك أنا سيب فلان في زنقيته لا لا اسمع قلبك حرك قلبك واعمل لتجد فيه قلبك لا أنا مش هسيبه لوحده والشهامة على فكرة مش معناها الرعونة ولا التسرع بل من الشهامة أن أنت توقف جنب حد وتمنعه أنه يضيع نفسه فخليك كل يوم كل يوم اعمل عمل مكتوب عليه هذه شهامتي لكي يرفع الله إذا وقفت بين يديه هامتي هذا لأجل شهامتي لعل الله يرفع إذا وقفت بين يديه هامتي يا رب يبقى أول حاجة اعمل عمل للشهامة وقف جنب حد حد هيدور لنفسه ما تسيبهوش وتقول لأ خلاص هو حر وخاصة أن الشخص ده لو كان أذاك خليك شهامة الشهامة دي من أخلاق الرجولة أكبر علامة على الرجولة الشهامة دي أول حاجة اعمل عمل فيه شهامة تاني حاجة من الشهامة الدعاء للناس بظاهر الغيب لما تشوف حد كده تدعيله بظاهر الغيب ده من الشهامة أن أنت متسيبش الناس في عالمي في حياتهم أو في احتياجتهم لمولاهم ما تسيبهمش يبقى لتاك وآخر حاجة عشان تبقى شه لازم تحس بمدد ربنا عليك لازم دايما تحس أن أنت إنسان ممدود جدد إحساسك بمدد الله عشان ما تخفش وما تعتبرش أن الشهامة دي مضيعة للأوقات أو تعرض للخطر وقول يا سيدي خذ بيدي ولا تتركني لي يا سندي ويا سعدي أنت وحدك مددي يا رب اجعل الشهامة من أقلوبنا عشان نكون بالأنوار مع حضرة النبي ونكون كمان في صحبته مع سيدنا حمزة ومع كل أحباب حضرة النبي يا رب اكتب على قلوبنا الشهامة عشان نكون عشان تكون دي لينا علامة يعرفنا بها حضرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم اشتركوا في القناة